موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين ولسا معاكم ويحكى أن ليه بدل ما نحل مشاكلنا بيننا وبين بعض بندخل على السوشيال ميديا ونكتب بوستات وتلميحات هل ده أصلا يا جماعة بيحل المشكلة ولا بيكبرها أوقات بوست واحد بوست أنا كتبته وشيرته بتوصل لقطع سلة الرحم أو الطلاق والمشكلة بتجبر بزيادة تعالوا نعرف الأصول أصول التعامل الأسري على السوشيال ميديا خلينا راحب بدفنا موجود معنا في الستوديو الدكتور حسين صالح استشارة العلاقات الأسرية زيكا دكتور؟ أهلا وسهلا بك دائما منوارنا فيه حكا مرسي ربناك فيديك إيه اللي بيحصل ده؟ يعني تلقيح وخناء ومشاكل وبوستات على السوشيال ميديا خلينا أول أعرف أنت شايف الموضوع من أن اتجاهه زولي لما تستخدم السوشيال ميديا بالطريقة دي بقى استخدام خاطئ إحنا بنسي استخدام التكنولوجيا والأدوات اللي عندنا فبنبوز علاقاتنا فللأسف بدل ما كنا بنبوز على نطق ضيق أو يبقى الخلاف على نطق ضيق دلوقتي بالخلاف على نطق عام فبيخش الأسرة كلها بيخش الأصدقاء وفجأة أحيانا الموضوع بيكبر وبيخدوش بالهم منه وفجأة بيوصل للإعلام والصحافة وفجأة نتحول لحادث كل الناس بتتكلم فيه خدي بالك إحنا ردتنا أن نخلي حياتنا تبقى شخصية أو أن نحن نترحى بشكل عام لما نترحى بشكل عام ما نرجعش نزعل أن الناس تدخلت فيها والناس أساءت لنا أو الناس تقول قراءها وعمر ما رأي الناس هيتفق بكن مين اللي عمل كده؟ الشخص نفسه اللي بتدى يحول حياته الشخصية إلى حياة عامة وهنا بتدى يخليهم يدخلوا إذا كان بعض الشخصيات العامة من الزكاء الاجتماعي أنه هو بيفصل حياته الخاصة والشخصية بتشوفي ناس نجوم كتير أو مشاير كتير لما حد يتكلم في حياة الشخصية يقول له أنا بحب أحافظ على حياة الشخصية بعيدة عن الإعلام أو بعيدة عن السوشيال ميديا بشكل عام فده اللي بينجح أكتر طب بنشوف ناس تانية بتختار الاختيار التاني ده بس الحقيقة أنهم بعد فترة بيرجعوا يندموا من تداخل أراء الناس ومن تدخل الناس ومن فساد العلاقة لأن احنا اللي بنبوز حاجات ممكن طبيعي جدا ممكن يحصل بنا خلاف أو اختلاف وجهات النظر بسهل قوي نحن نخلصوا في نفس القاعدة أو في تاني يوم أو في مرة تانية أو في اللقاء اللي بعده لكن لما يبتدي يتطرح بشكل عام ويبتدي يتحول لهجوم وهجوم مضاد ورد ورد الآخر وبعد كده أراء تانية وناس تانية عندها مشكلة تبتيت يستخدم البوست عشان توصر رسالة لحد تالت ورابع ففجأة نلاقي البوست بنلاقي حد بيقولك أنا كنت كتب البوست مش متخيل إزاي يوصل للعدد ده أو كده لأنه لمس مشاكل تانية عند ناس تانية بس ميلة شهر به إحنا اللي عمل البوست دوت واللي هو يبتدى ينقله وعيلته أحيانا بقى بتحل المشكلة الأساسية بيبقى عندهم مشكلة أكبر هو احنا هنحل الفديحة دي إزاي هنحل المصيبة دي إزاي هنرجع المصيبة دي إزاي طب إحنا ليه من الأول نبتدى نعرض حياتنا هقولك مثال بسيط جدا ناس تنزل بوست على سفرية أو على رحلة أو على خروجة أو على حاجة اشتروها وبعد كده تاني يوم ولا في نفس اليوم أصلي خايفة من العين أو خايفة طيب حدد أنت عايز إيه أنت عايزة إيه بالزبط والله البوست دي يا دكتور يعني بتجيب لي المرض يعني بمرد يعني لما بقى أشوف واحدة منزلة بوست بقى وربنا يخلي لي جوزي وربنا وربنا ماشي جميل الحمد لله وكل حاجة وبعدين أو بلاش خليلها جوزة بلاش حت الجوزة عشان بس إيمان لمس مع حد هي زاة نفسها بصوا أنا جبت معرفش إيه جديد وعملت 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 وعلي كده يا جماعة العين وأنا تعبت بصوا بصوا صباعي تقطع وإحنا لحقنا نشوف مبروك عشان نشوف صباعك اللي تقطع وبعدين بموت والله بيجيلي الضغط بيعلى حبيبي اللي هو لما لاي واحدة رفعلي صباعي حكاية وتقولك بلستر وأصلا أنا صباعي ما عرفش حصلي إيه ورجلي ما عرفش الكسر إيه طب أنا أعمل إيه يعني أنا زنبي إيه تعالوا نروح نشوف التقرير اللي أرجع برضو الحاجات اللي هي جيب المرارة نروح لتقرير نموذج جميل جدا لحمة ومرات ابنها وعايشين في بيت واحد كمان حما ومرات ابنها وعايشين في بيت واحد وهم الاتنين عند بعض على الفيسبوك سألناهم سؤال بسيط جدا بيتعاملوا إزاي في المواضيع الزي دي ولو حصل ما بينهم سوء تفاهم بيعملوا إيه تعالوا نشوف هي معي من حتى الأكاونتات لو اختلفت بنرجع تاني نضيف بعض ما فيش مشكلة يعني ما عندناش مشاكل خالص في القصة دي علاقتي بمراتات ولادي على الفيسبوك علاقة رقية جدا الصحاب كلنا متواصلين بطريقة جميلة حد بينزل بوست مثلا حكمة مثلا خبر حلب عيد ميلاد حد هي دي بس لكن خصيات أي حد فينا لا طبعا دائما بوستات تانتلية الحقيقة بتبقى بوستات تشجيعية يعني أنزل حاجة عملت أي إفنت عملت أي أكتيفتي هي دائما بتدخل تدعيلي وتشجعني كل حاجاته مع الفيسبوك جميلة بينزلوا بوستات حكم بينزلوا مثلا ادعونا بالشيفة مثلا ماما تعبانا مثلا كده يعني يعني حياة كلها عامة ولذيذة يعني من زمان وإحنا علاقتنا إلى حد كبير بيبقى فيها صحوبية وصداقة جديدة يعني أنا في حاجات يمكن جوزي ما بيبقاش عارفها فأنا بدخله أنزل إحنا عملينا عصابة كده هقول لها يا طنط والنبي معلش هو مختلف معي على كذا فأنتي شوفي حتزقه له إزاي وهي بصراحة بتساعدني يعني بتساعدني في الكصة دي إحنا فما مفيش مشكلة ممكن نكلمها في التليفون وقال له طب ليه كده طب قلني مزعالك طب مين اللي قال اللي خليك يوصلك تكتبي كده وهي بس يعني ده لو حصل يعني فلحد دلوقتي لا إحنا رفضين الكصص دي من زمان جدا في العيلة عندنا بصفة عامة حياتنا الخاصة دي لا ما ينفعش حد يبقى عرفها الخصوصية بتاعتنا ما ينفعش إنها تبقى على السوشال ميديا علشان الكصة ما تبهوقش لو فيه مشكلة هو أكيد بيحصل مشاكل أي بيت بيحصل فيه مشاكل سواء كان ما بين الزوج والزوجة مرات الإبن والحامة حال الإبن وأمه بيحصل ما بينهم مشاكل لكن فكرة المشاكل دي إنها تبقى موجودة على السوشال ميديا أو كده بتبهوق فحلها بيبقى صعب جدا جدا المفروض دي حاجات خصوصية ما ينفعش إنها تبقى منتشرة يعني لازم تتحل الجوة لأسرة طبعا دي كانت الدكتورة نانسي محمود والدكتورة ناهد الدغيدي علاقة صحية جميلة نتمنى طبعا كل حمى تبقى علاقتها كده بمرات ابنها دكتور حسين نرجع بقى تاني الناس بقى خلاص إحنا طفعنا نتنزل بوست متضايقة من أخت جوزها هي متضايقة من حماتها وغير طبعا حتة الناس اللي دايما يعني أنا عايزة بس كنت أعرف تحليلهم من نفسي الناس اللي دايما بيبين أنا عيان وعرفت إن الناس قيمة الناس اللي في حياتي على فكرة يا جماعة أنا هشيل ثلاث معظم الناس اللي عندي عشان ما بيتفعلوش معايا يا جماعة ويحطوا بقى محليل والكاني اللي بقى ويطلع على الإيد كده أنا كنت في مستشفى اللي راح بموت طبيعة الناس دي هل عندهم مثلا أنا مش هقول بقى نفسيا ده الناس بتحب تعيش في دور الضحية دور المظلوم استعطاف الناس واستجداء العطف من الناس وإظهار إنه هو دايما مضطهد ومظلوم وبيعاني وفجأة تلاقي إنه هو في الحياة العادية أو في بوست تاني عكس ده تماما فهو مجرد إنه بيستجلب المشاعر دي الأسف بيتغذى على التعاطف بتاع الآخرين من مشاعر بتاع الآخرين فده اسلوك مش مزبوط يعني هل ده عنده حرمان عطيفة مثلا منه هو صغير يعني عنده حرمان من أمه ومن باباه عنده حرمان عطيفة دايما حس إنه هو مظلوم أو مضطهد دايما بيرمي اللهم على الآخرين مش عايز ياخد أم قرار في حياته إنه هو يتحمل مسؤولية حياته. أنه اللي يبقى المسؤول عن حياته. ومش دايما يرميها على الآخرين. أو يستنى الآخرين يصلى حواله. الحياة الإنسان ما بتتغيرش. غير لما هو ياخد قرار أنه يبتدي غيرها. لكن أنه يعمل صعبانيات ولا يفضل يشتكي. ولا دايما يحكي أن التانين عملوا له والتانين ظلموا. وكده. حياته كلها هتفضل من نفس النوع. لأنه مركز على المشاكل وعلى السلبية وعلى الضيئ وعلى الكلام ده. لا وممكن يدخل ينكد علينا عادي بوست وبعد كده هو بيضحك عادي وعيش حياته ونازل ورايح الجام وكل عادي. عايش حياته مفسوط جدا. بس هو يدخل ينكد على ناس كلها ببوست. الندالة. اللي تلاصل. الزمن الغريب. عارف البوستات العميقة دي. نازل بعميق جدا في نفسك. ليه بتعمل فينا كده؟ النوع ده وبتديله فرصة. ثانية ثالثة. بعد كده بديله أجازة شهر. بتتنقل ومعادية. خدوا بالكم مجموعة بوستات كده على الصبح. لو صحيت لقيت كده عشر وعشرين بوست بشكل النيجاتف دوت. انت الموت بتاعك حقيقة اللي بلايناك. انت هتتفاعل معها وهتتشد معها توتر معها. عشان كده اختار على فكرة السوشيال ميديا بتعبر عندنا في الحقيقة. لو انت شخصيتك بتركز على الإيجابيات وعلى المفيد وعلى اللي بيفيدك ويفيد غيرك حيبان في البوستات بتاعتك. طب لو انت على طول بتركز على المشاكل وعلى المصايب ودايما على الحاجات السلبية. حتنقل ده. طب لو انت كمان طول الوقت بتتخاني وبتكره ده وبتحكد على ده. ما هيبان في بوستاتك. خد بالك انت قاعد وانت او فلان او فلانا قاعد بيلقح على غيره او بيشتم على غيره أو كده. باين. طب ما ده بيبين نفسيتك ايه وطبيعتك ايه وتريد تفكيرك ايه. لا واحنا كمان اسكية قوي. باين. عارفة ان انت بتلقاح على جوزك. يعني باين وبعدين تجي تكلمة تقولك لا اصلا عادي انا كنت لقيت بوستات عادي حطيته. لا. واما تلاقي الناس كلها بقى بيتهاجموا ومش عارف ايه ويرجعوا ويتصلحوا وتزعل قوي. هما ليه بقوا يتكلموا كده. طب ما هيدي نفس المشكلة لكب بتحصل زمان لما واحدة بتزعل مع جوزها وتروح تشتكي الاهلاء وتخليهم يتضايقوا منه ويكرهوه. وفي الاخر لما يتصلحوا الاهل ما بيصفوش بياخدوا وقت طويل جدا وهي كمان. وهي بتاخد مجهود اكبر عشان تعدل صورة جوزها تاني في عين اهلها وده بياخد صور واحيانا سنين واحيانا بيعمل قفلة بينهم طب ليه واحيانا بيعمل قطيعة خالص. يعني الاهل بيقطعوا لزوج مدى يعني سنين وسنين من الحياة. لا وفي مشاكل تانية كمان بيشوفها بقى في الشرط لما بيجوا ويرجعوا ويستلحوا بيلاقي ان بعض الاهل بيتدخلوا يوقفوا الصلح وبيبوزوا الجوازة بسبب ان الشحن ده كان زائد عن لازم بسبب انفعال. فمهم جدا زي ما باخد بالي في الحقيقة بفكر قبل ما بتكلم. وفكر كلامي ده هيكون تأثيره ايه? افكر قبل ما اعب البوست. لان الكلام ممكن يتصلح في القاعدة. لكن البوست صعب حتى لو تشال بعدها في فترة بيكون وصل وسمع عدد كبير من الناس. وقزى وجرح مشاعر ناس كتير جدا. طيب. احنا قبل ما نطلع فاصل عايزة اتكلم في حاجتين هنعرف اجابتهم بعد الفاصل. اول حاجة لو انا شفت مدايقة بوست تحطيلي مثلا من اخت جوزي من صاحبتي من حمايتي من من من. هل مفروض ارد زي ده? لو مفروض ارد هل مفروض اعمل بلوك وخلاص ورايح دماغي? معنى البلوك برضو بيبقى ليه معنى تاني. بيبقى كينه زي شتيمة حاجة تالت بعتت لنا كمان على الصفحة ان في رجالة هي الزوج هو اللي بينزل بوستات تلقيح يعني متعودين من الستات تحب الكلام الكتير والناميمة والزي يعني تاخد وتدي كام على نفسها ومصحابها كتير طب انا اعمل ايه مع جوزي يعني منال بعتنا بتقول اعمل ايه مع جوزي انا اول ما بنتخانق انا ما بنزلش بوست هو بينزل بوست وبيفضل يقول كلام كل الناس عارفة ان هو بيتكلم علي انا. فحاماتي بتبقى شايفة وغد جوزي بيشايفين وصحابي بيبقى شاكلي وحش تعملي ايه منال هرد عليك بعد الفاصل اهلا بكم معنا مشاهدينا مرة تانية ولسه بنتكلم على اللي بنعرضها على السوشيال ميديا على الملأ اي حد بيتخانق مع حد يروح منزل بوست واحد تتخانق مع جوزها تروح الصبح بوست. اعتقول صحة من النوم قبل ما تفتر وتعمل ايه حاجة بسطل وكده انت ما صالحت ليش مبارح طب والله لا منزلها لك بوست ييجي مثلا الراجل يلاقي مراته مثلا مقموصة زعلان عادي يعني بدل ما يروح هي صالحها يعني بدل ما يعمل لعليه ويروح يطايب خطيرها وكده بكلمتين ويطب طب عليها يروح بوست اول ما يروح الشغل. وهكذا حياتنا بقينا مقضيناها بوستات بوستات طول الوقت الست اللي بتشتاكي منايل ان جوزها هو اللي بيكتب البوست وبيحرجها قدام حماتها قدام اهلها وصحابها وجنانها لان هي بتقولك انا بتمالك نفسي انا كست مبرداش عرف حد عني حاجة عشان محدش يشمت فيه. يروح هو الاستاذ جوزي. البي جوزي يروح منزل بوست وكاتب بقى الاسم والنصيب واللي ضع منك ما كانش مكتوب لك من البداية واللي معرفش راح والنظم القدر فطبعا السيت التمام داي طب ايه الحل؟ اول حاجة مش لازم كل بوست او كل حاجة ناخدها على نفسي بشكل شخصي عشان ما نفعلش لان فيه ممكن حاجات مثلا احيانا بشوف مشكلة شبه كده هو شير بوست تاني شافه وعجبه فهي بتاخده على نفسها الحاجة التانية المفروض ان الرجل يبقى عنده قدرة على المواجهة انا بشوف ان اللي بيروح يعمل بوست دوت او بيلقح او بيرمي كلام ما عندهش قدرة على المواجهة ان يعالج مشكله في الواقع فالاجمل ان هي لو يعني مش قادرة تتجاهل تستنى لما يرجع او لما يتقبله يبتدي تتناقش معاه بشكل مباشر ليه؟ لانها لو اشتبكت فرجت بقى كل الناس واكدت ان الموضوع يخصها هي وابتدى الموضوع يتساعد وحتبتدي بقى طنت تخش تقول رأيها ويبتدي مش عارف مين يخش يقول رأيه او خلته سعاد زعلانا وعمته فبقت خناقة لايف كده شغالة وكل واحد هيخش يضيف وصحابه كمان وصحابها فحتبقى اطراف كتير او يبتشتبك مع بعض اول حاجة ماخدش كل حاجة بشكل شخصي لان احيانا بتبقى حاجات عابرة منلاقي حد شير بس عشان هم قاعدين فاضين هو انت اصدق البوست ده علي او بتبقى زعلانا فبتبقى حساسة زيادة انت ممكن مثلا في حاجة صفحة عامة نزل بوست النهارت معلومة عامة او حد وهو عجب وبقى في اليوم اللي زعلانين فيه اوكي ممكن ما اخدوش علي لو انا عندي ثقة في نفسي ما اخدوش علي حسيت الموضوع بيتكرر واخد شكل مباشر عادي حبيبي في حاجة حابب تقول هالي او تحب نتناقش فيها الموضوع ممكن نتكلم فيه مع بعض عادي جدا فانا ابعت له على الشات الخاص يا اما اكلمه يا اما استنى لما قابله ابتدي اتكلم معي يعني الشخصية الضعيفة دي يعني دي ضعف شخصية ضعف شخصية مش قادر يواجه اللي بيلقح او مش عايزين برضو مش عايزين اللي بيلقح ممكن الزوج اللي هو عايز يقول حاجة بس مش عارف يقوله يعني هندي له طبع مش سوق النية زي ما حداك بتقول ممكن يبقى عايز يقول حاجة بس هم زعلانين او زيادة بين التلقيح والتلميح الجميل ايوه التلميح الجميل فيه تلميح الجميل انا اقدر التلميح الجميل انا شخصية لو حد عامل حاجة تلميح جميل ده حاجة تسعدني حاجة جيد حد عايز يوصلني حاجة من غير ما يجرحني فيه فرق بين التلميح الجميل اللي بجيبه بشكل راقي ايوه من غير مجرح اللي قدامي وبالذات وفيه التلقيح بشكل جارح ده اللي مش مقبول وغير مقبول لا في الواقع ولا في السوشيال ميديا طيب فيه بيبوا اتنين منفصلين يعني على شبه طلاقة يعني بس لسه ما اتطلقوش منفصلين هو في حتة وفي حج فهو ابتدى نزل بوست فهي بدل بقى حضريةك بتقول كده ادخل وقلو طب ينفع كده الناس تتفرج علينا بتاعة تروح هي المنزلة بقى ايه عشان الشخصية بقى ايه جوي على لا انا مش قولها ايه لا لا ده انا حلوة وهتخسرني وهتندم علي ماشي تروح منزلة بقى بوستات اللي هو مقفورة في الحلاوة اللي هو لابسة لبس غريبة عن طبيعتها عاملة ميكاپ اوفر زيادة نزلت تخرج مع صحابة اللي هو اللي ها ماينفعش تخرجي معاهم عكست كل حاجة وراحت باردو حطاها على السوشيال ميديا هل ده تصرف صح ومفروض رد فعل للراجل يعني ايه اللي بيحصل في الحالة دي انه هو مثلا بقى البوست زعلان غضبان مقموص تروح هيب نزلة لو انت مش فارق معاي الحقيقة ان انا لو واثق في نفسي سواء واحد او واحد انا بحبها او من حيات في الموضوع ده ايه وصع لو واحد او واحد او لو انا واثق في نفسي لا يعني لي شيء ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه وزخة طبعه من الجاهل انا قالوا سلام حد بيسق لي حد خلاص بني وبينه مشاكل وبعدنا عن بعض وانتهينا يعني حد زمان من احد الحكماء يعني حد بيسأله كان في خلافات بينه وبين زوجته فبيقوله ايه يا مدايقاك في ايه ولا فيها ايه والله قالوا ما حبش اتكلم عن مراتي فاستنى لما اتطلقه فجاي بيكلمه فاقوله اتكلم عن واحدة ما اتكلمش عنها وهي مراتي هتكلم معناها بعد ما اتطلق شوفي الاخلاق فده اكبر واعلى ان هو يشغل باله خلاص صفحة وانتهت علاقة وانتهت بنتعامل مع بعض بوده وباحترام وانتهى الموضوع لكن اللي هو بيخدش يسيق ويهين ويقلم الاخر ده اولا ده دليل انه عنده مشاكل اللي هو في شخصيته وبيحاول يعوضها في الإساءة للاخر انا ما اشتبكش مع دوت فيه بيت شعر جميل قوي بيقولك ايه فاصبر على حسد الحسودي فان صبرك قاتله فالناره تأكل نفسها اللي امتجن ما تأكله يعني ايه الله شخص الله انا احب الحاجات الحلوة دي الكلام الشعر الجميل ده ايوة شخص عايز هو انت سمعتي ان فلان او فلانة عايزة تستفزك وتبين اصعب ما فيك هو اسوأ ما فيك انا لو سمعتها بتقول كده بر او سمعته بقول كده بر اروح اشتبك معاه وبينه واوصل له عايزه ان انا اتعصبته واشتبكته وكذا ولا اتجهله اكتر حاجة هتخليه اشتعل ان انا تجهله لان اللي هو اللي عمله ده عمله ليه او اللي عملته ده عملته ليه عشان تستفزك عشان تعرف الغلط طب لو انتي عملتلها اللي هي عايزة برافو انتي كده كسبتيها او زي لكن الزكاء بقى عشان انتي تكسبي ما تقعيش في الفخ ده خليها تعمل ميت والف بوست صح ده فخ هي لاشي ده حقيقة انتي مش موجودة اصلا يعني تيجي زحميتك تكلمك مثلا اللي هو ايه ايمان انتي ما شفتيش البوست اللي نزل ايه بوست ايه ده جوزك منزل معرفش كاتب هو انتو بتخنقين هو انتو طلقتو فاللي هو ايه الستة النصحة بقى يعني ايه يعني انا يعني يا ما جالي تليفونات و بوستات و تفرجي و روحي و تعايني فجابت احكي ده يعني لا مش رد لان بيقوة انتي عايزاني اعمل ايه انتي بتجرجريني ان انا انزل احط بوست او اعمل مشكلة طب ما انتي لو مش غيرانة و متضايقة من علاقتي بجوزي مش هتبعتيني ولا تقوليني مش هتحرديني اه بالزرعة زمان زمان الناس القدام قالوا مأسل جميل جدا مش حتى مك الا انبلغك الا انبلغك فالشخص اللي هو بيحرد في النص ده و بيشعل لا ده اكيد اصده عليك حيث انا ممكن اردت حيث ايه هو كاتب بوست عام لما يبقى يقصدني يبقى يكتب اسمي لما يعوز يقولي حاجة يبقى يقول يكفيني انو مش قادر يواجهني بالزرعة يكفيني مش قادر يواجهني مباشرة حد عايز يقولي انا حاجة شخصيني يقولي لا لا انا فوش وفيه ناس فعلا حقوه ده لان عندهم مصلحة مشتركة الزوج ده أو العائل ده أو الشخص اللي بيعولهم الاتنين ده مصلحة مشتركة الندوت لو دياء جراله حاجة هم الاتنين هيتضروا فمضطرين مصلحاتهم طلطخي إن يتعاملوا مع بعض إن يتعاملوا مع بعض يعني مركب الدرائر صار بينفع تصير أحيانا بينفع تصير أحيانا لكن السلايف السلايف فقا للأسف ما بتصيرش ليه لإن أخطر حاجة بقا بتيجي برضو من السوشيال ميديا فكرة الكوبي إن إحنا كلنا بقينا نقارن بعض ببعض وكل حاجة فلان راحت وفلان مش عارف تلعو الساحل تلعو شرم مش عارف فين إحنا عايزين يبقى زي يوم فلان جابوا كذا فلان عمل كذا نسينا إن إحنا كل اتنين وكل شخص نموذج متفرد في العالم حياته وتفاصيلها مختلفة ممكن اللي يسعدك ما يسعدنيش ممكن اللي يسعدها ما يسعدنيش ممكن اللي يهمها ما يهمنيش فأنا فكرة إن أنا أقارن وأطابق كل حاجة بنلاقي الناس مجرد ما واحدة مش عارف عملت إيه في شكلها عملت مش عارف فيلر ولا بوتوكس ولا مش عارف تجميل إيه ولا كذا كله بقى لازم يعمل الكوبي دي الله عليك يا دكتور حضيت ملم بكل عيه مهم الاستشارات ومهم المشاكل اللي أنا عايش بيها يوميا طيب ما أنا أعمل إيه دلوقتي أنا حتى مكاني مكان السلايف يعني السلفة حد يعني هي دلوقتي مثلا هي قاعدة في البيت في العيد مثلا وسلفتها جوزة أخدها اللي هو أخو جوزة اللي هو أخو جوزة أنا مثلا يعني وخدها سفرها سفرها بقى شار مسكندرية الساحل أيا كان وطبعا الهانم طبعا تسكت لأ ما تسكتش تروح مدياني بوست يبصوا أنا مع جوزك فلان في الحتة الفلانية ومصورة اللوكيشن وكل حاجة وشير وشير شاب ما أنا برضو أغلي طب شايف أخوك شايف أخوك ودى مراته فين وجاب لها وجاب لها في العيد وجاب لها معافش إيه جديد وختم إيه وفستان إيه طب إيه نعمل إيه نفسيا يعني إزاي أتغاضع عن حاجات دي عشان ما تخربش حياتي برضو يعني أول حاجة أول حاجة يكون عندي ثقة في نفسي وتقبل لشكل حياتي تقبل لنموذج حياتي اللي أنا عايش أنا ممكن على فكرة ممكن اللي هناك ده أحيان على فكرة أنا بشوف ده في الاستشارات في المشاكل الناس بتسافر وبتصرف مئات الألاف وفي الآخر مش ممسطين وبيروح يتخنقوا هناك واكلين في بعق هم حطيني القرص ده وحطيني الصورة دي هو الأهم أصلا أن أنا يبقى عندي ساتسفاكشن داخلي عندي رضا وسلام وتقبل داخلي من جوايا فإحنا ممكن نبقى إحنا عاديين في البيت ومبسطين لو أنا عندي رضا وتقبل طب لأنا قارنت ودخلت المقارنات خدي بالك بقى إن دايما الناس بتظهر صورة معينة هي عايزة توصلها أحيانا من تكون مثلا خارجين في مكان أو في مصيف أو في مكان بلاقي ناس بتنسى تستمتع وشغالة بوستات فما بقاش فيه وقت المتع ويخلصوا التصوير ويمسكوا في بعض طب يعني إيه المتعف كده لا أنا أععد في البيت أبقى مبسوط أحسن أو أععد في مكان بسيط جدا أبقى مستمتع وسعيد وافرح لغيري إن هو مبسوط لو أنا ما عنديش القدرة إن أفرح لغيري إن هو مبسوطي بقى أنا عندي مشكلة من جواي لأن أنا مش بتمنى الخير لغيري فأكيد كده بتمنى له الشر فأنا كده الشر هيجيلي أنا يعني هي بتبقى المغريات بزيادة طيب المغريات يعني أنا بجد ساعات برضو بقى يعني بلتمس العزري المغريات بزيادة يعني هي بتشوف بقى كل يعني كل واحد بيصحن نوم على الموبايل بيشوف دي خرجت فين لبست إيه دي جوزة أجاب لها إيه دي تفسحت فين دي سفرت فين فأصد المغريات بزيادة لكن هي نقطة مهمة جدا اللي حتى قلتها إن الرضا لأن فعلا أنا مثلا في الناس اللي حوالي بس اللي هما الدائرة الصغيرة بس آه بتبقى مكلماني لسه بتقولي جوزي مقطعين بعض بقى واشتيمة وخلاص وحنتطلع وكلمت مامتو وبعد كده لقيها بعد ثلاث داية حتى بوست ربنا خليك لي يا حبيب قلبي اللي هو أنا مش مصدقاكي على فكرة يعني أنت ليه بتعملي كده فأصد فعلا يا ستات ما تصدقوش مش كل حاجة صح مش كل الصور صح ومش كل الحاجات اللي بتطلع على السوشال ميديا صح عجبني بعض المشاهير وكانت خطوة لطيفة جدا سجله فيديوهات لأن الناس بقى عندها مشاكل لدرجة إن فيه دولة دلوقتي بتدرس السويد تقريبا بيدرسوا تشريع إن لو حد حط صورة غير شكله الحقيقي عاملة تجميل عاملة فلتر عاملة حاجات معينة غير الشكل الطبيعي لازم تقول عشان فيه ناس تانية نفسيته امتدت تتأذى بنات وأطفال ومش متقبلين شكلهم الحقيقي وعايزين يجروا على عمليات التجميل لأنه مش فاهمين لأنه بدأ يرفض فالفكرة لازم إحنا من الأول نحط ده في أولادنا وفي أنفسنا أرضى وتقبل نفسي ثانيا إن أنا أعرف إن المشاهير دول أو اللي بيضطروا يطلعوا للإعلام ده بيضطر إن هو الوقت دوت يظهر بالشكل ده عشان ده طبيعة شغله أو طبيعة شغلها أو عشان هي بتشتغل أو ممثلة أو كذا فبتظهر شكل غير الطبيعي اللي هو بجد الفلاتر والحاجات والنزاق يعني ده موضوع كبير أو مهم ده أنا بأسعى نفسية الناس وفيه بنات بتتعقد ستين ثانية صح أو غلط إن إحنا نظهر حياتنا ومشاكلنا أنا وحمايتي أنا وسلفتي أنا وأنا على السوشيال ميديا طيب ستين ثانية غلق جدا إن أنا أظهر تفاصيل حياتي الشخصية على السوشيال ميديا وبعد كده أرجع قندم إن أنا مش عارف أصلح ده لأنه ممكن بوست أنا بعمله النهاردة وبنساه ممكن الناس مش تنساها بعد سنين وممكن الأطراف التانية ما تنساوش السوشيال ميديا جميل أو إن إحنا نتشارك فيها الحاجات العامة الحاجات الإيجابية الحاجات المفيدة الحاجات اللي بنفيد بعض بيها أو بنقبل إنها إنها تتنشر عندنا ومنزعلش إنها لو وصلت للإعلام والجرائد والكده ولكن الحاجات الخاصة نحلها بنا وبنبعض نخلي فيه التواصل الحقيقي متعيش حياتك أونلاين وتنسى تعيشها ريل أونلايف في الحياة الحقيقية خلي فيه موادة وخلي فيه حب تمنى الخير لغيرك وانشر الحاجات اللي أنت تحب إنك تفيد بيها غيرك بلاش الإساءة وتجاهل الإساءة من الأطراف الأخرى خلي التواصل الحقيقي يكون جميل وكمان التواصل على السوشيال ميديا يكون دورنا نحن ندعم بعض نشجع بعض نفيد بعض هتلاقي إن البوستات بتاعتك أو الحاجات بتاعتك بقى تأثيرها إيجابي وينعكس على حياتك وبيكمل شخصيتك الحقيقة بشكرك جدا دكتور حسام صالح استشارك العلاقات الأسرية بشكرك حداتك جدا يعني عايز أقول لكم بقى كلمتين في نهاية الحلقة ستات كتير خسرت حياتها بسبب بوست ومش عارفة ترجحها تاني فعلا زي ما الدكتور بيقول ممكن تكتبي بوست وتاخدي حقك مش أنت عايز تاخدي حقك لا والله ما نسكت لا أكتب البوست ورد على حماتي ورد على أخت جوزي لا وأنا إلا لا وأنا ضعيفة الشيطان بقى الشيطان يفضل يعلي 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 في أفكارنا لغاية ما تبتكري بوست الشيطان ما يعرفش يكتبه الشيطان ذات نفسه لو جدناه ما يعرفش يكتبه فكتبت البوست ارتحتي خلاص خدتي حقك بعد كده يبص الجوزي تكلميه قولك والله أنت طالق أنت زي تكتبي كده على أمي زي تشتمي في أختي زي فإيه ده أنا أصل هي اللي بدأت بصي والله لو عملتي إيه مامته على راسه أخته على راسه عيلته على راسه فأنت اللي في الآخر وشفت كتير وعيشت كتير من مشاكل فإبعادي خالص عن الساحة دي مامته كتبت حاجة أعمل عبيطة عملي عبيطة عادي جدا مش واخد بالك أخته والله ما فيش تمام وأنا اكتشفت والله إيمان مختار بقولها يعني بإمضتي أنا اكتشفت بعد سنين كتير مشاكل في حياتي أن الصمت أحلى رد في العالم وأشيك أشيك رد وأحلى رد وأقيم رد ما ردش بعد يوم يومين ثلاثة هو حتى هيلاقيكي ما ردتيش فهتصعب يعلينتي لا خديش حقك فهو اللي هيجيب لك حقك انبستي بحياتك استمتاعي بجوزك وولادك وبيتك كل العالم السوشيال ميديا ده كله مشاكل على الفاضي كلها ملهاش لازمة في الدنيا أنا أكتر واحدة عارفة مشاكل جوا بيتي وعارفة طبيعي الجوزي وشخصيته وأهل جوزي فيعني دايما إحنا معاكم للصلاح خلصت حلقتنا النهار ده ويا رب نكون استفدنا أتمنى نكون استفدنا يا ستاتة ما تسمعوش الكلام من هنا طلعو من النحاة التانية حاولي تستفيد عشان تعرفي تعيش حياتك صح طبعا يعني عايز أقول لكم كل سنة وأنتو طيبين مش هابقى معاكم الحلقة الجاية يكون خلاص العيد كل سنة وأنتو طيبين يا رب ويعني مش عارفة بس غالبا يعني بس كل سنة وأنتو طيبين وإن شاء الله لو ما طلعتش في الأسبوع اللي جاي أشوفكم بعد العيد على خير وموضوع اجتماعي جديد والنقش ومع بعض في يحكي أننا كل يوم اثنين من الساعة 4 إلى الساعة 5 دايما بكون معاكم إمام مختار ويحكي أننا